أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرسي نيكوس خريستوليدس الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مضطرد خلال الفترة الأخيرة بين البلدين وقد جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي لنظيره القبرسي بقصر الاتحادية أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تترق إلى الأوضاع الإقليمية خاصة فيما يتعلق بالتصعيد في قطاع غزة حيث استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهود المصرية للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في القطاع والعمل المكثف الذي تقوم به مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي غزة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد نيكوس خريستوليدس رئيس قبرس المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين حيث شهد تأكيدا للحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مضطرد خلال الفترة الأخيرة وقد استعرض الرئيسان سبل توسيع هذا التعاون في عدد من الملفات الذات الأولوية وعلى رأسها ملف الطاقة مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرس واليونان وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضا إلى الأوضاع الإقليمية وبالأخص التصعيد في قطع غزة حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطع مؤكدا ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن كما تناول السيد الرئيس العمل المكثف الذي تقوم به مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي القطع مشددا على استعداد مصر لاستقبال وتنصيق كافة المساعدات الدولية الموجهة للقطاع وقد ثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية الحفيثة للتهدئة وكذا على الجانب الإنساني مؤكدا حرص قبرص على التنصيق المستمر مع مصر في هذا الصدد خاصة في ضوء الرؤية المشتركة للبلدين بشأن أولوية العمل لإقرار السلام وضمان الاستقرار في الأقليم وفي هذا الصدد شدد السيد الرئيس على ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القص الشرقية باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة اشتركوا في القناة